السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم أخوكم وحبيبكم إيهاب سرماندي من قناة إيهاب تي في كيف حالكم إن شاء الله بخير إن شاء الله مبسوطين في رمضان اليوم في عين أخبار حلوة والأخبار اللي حلوة انت عارفين في رمضان بتجيب العيد واليوم عين عيد إن شاء الله في أجهزة طلقت تحديثات 14 الآن وهذه الأجهزة من الأجهزة الاقتصادية وقريبة من المتوسطة نقول عنها اقتصادية إحنا أو متوسطة أجهزة اقتصادية المتوسطة أجت أكتر من جهاز أجاله تحديث 14 ونزلت أنا التحديثات الآن هورجيكوا التحديثات ولكن خلينا نجي نشوف في التحديثات كمان أخرى يعني من خلال الفيديو كله على بعضه ولكن إنت لازم تضع لايك أنا اليوم مع زوم بقلت لازم عشان أروح لو نعزمت مش أعملكوا فيديو هطولوا وانت عارفين القصصة وحبت قطيفه وحبت أبصر الشوى وود وروح وتعالوا وتعالوا وجيب لازم أنا اليوم قلت أصور قبل ما أطلع وعلشان أنت تكون مبسوط لازم أنا أكون مبسوط وكيف أنا بيكون مبسوط حط اللايك القوي اللايك الحبيب وخلينا نروح نشوف التفاصيل يا غليل ورجعت لكم من جديد صلوا على سيدنا محمد اللهم صلى الله وسلم وبرك على سيدنا محمد في أن البوكو أفور الأفور يعني العالم طبعا أخذ زمان إن الآن التيواني أخذ تحديث 14 عندرويد 13 وهذا التحديث وأي واحد بدين ينزل التحديثات هي قناة التليجرام أمامك بتضغط دغر مباشرة بينزل التحديث الأفور خلصنا منه نوت 11 الان اف سي الاندونيسي 13.0.5 على اندرويد 12 لسه ما جهوش 14 بالنسبة للنوت 11 الان اف سي النسخة الاندونيسي ميتين ألترا الصيني 14.01 اندرويد 13 ريد مينوت 10 5 جي اللي هو نفس تحديث البوكو أم 3 برو طبعا 5 جي هذا الإصدار أوروبي هذا تحديث جديد وإنتوا عارفين التحديثات أول ما تنزل بتنزل للمساجلين وبعدين بتنزل للكل مين المساجلين المي بايلوت إذا ماشي بسجل للمي بايلوت سجل للمي بايلوت وعطي لك الفيديو في أول تعليق آآ مسبت النوت 10 5 جي أخذ تحديث 14.01 للنسخة الأوروبي على اندرويد 13 مش 12 المي إلا في اللايت 5 جي العالمي 14.04 على اندرويد وهو اندرويد 13 ريد ميتين 5 جي اللي هو نفس تحديث البوكو أم 4 5 جي الروسي أخذ تحديث 14.01 والعالم أخذ وإحنا عملنا فيديو كيف ننزل التحديث البوكو أم 3 التركي تحديث 14.01 اندرويد 13 البوكو اكس 5 برو 5 جي تركي 14.04 على اندرويد 12 البوكو اكس 5 برو الروسي 14.07 على اندرويد 12 إذا هنا فيه اكس 5 برو تركي هنا روسي هدولة تركي وروسي وهناك ام 5 التركي بعد هيك في عنا النوت 11 برو بلس التركي 5 جي التركي 14.02 على اندرويد 13 والنوت 12 برو نفس تحديث النوت 12 برو وبرو بلس 14.02 على اندرويد 12 النوت 12 برو والبرو بلس لحطى اللحظة على اندرويد اتناعش. ما اخد هاها اخد هاي التحديث 14 ولكن ما اخد الاندرويد. ليش ما اخدش الاندرويد? لانه الاندرويد تعالف مين بعمل مشاكل فبيحاولوا يحسنوا فيه عشان يبعتوا اندرويد 13 لا الجهاز هو ياخد طبعا. وكانت هنا مفاجأة حلوة. المفاجأة الحلوة انه نوت عشر برو برو ماكس الهندة. فينه برو ماكس? احنا البرو العالمي اخد لكن البرو ماكس هاي الهندي اخد تحديث 14.01 على اندرويد. وهو اندرويد 13. وعننا الان اول جهاز. هذا الجهاز اللي بيدي اخد التحديث الجديد وهو التحديث 14 على الاندرويد زي ما انتم شايفين اس ايش يعني اندرويد 12 مش اندرويد 13. ماش جديد في التحديث هيج جديد في التحديث. بالنسبة للم اي 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 ركزنا على صغير التفاصيل. واصبح البحث. المهم انا اختصر لك. التحديث انا رحدست الجهاز الان. والتحديث الصحيح افضل من الاول. وباشي فارق. باشي واضح. هذا الجهاز اخد التحديث. بنرجع تاني. ونشوف اش نوع الجهاز. وهي الاندرويد. وهي الاندرويد. وهو الاندرويد 12. بنرجع رجعة ونشوف اسم الجهاز. اسم الجهاز بوكو امتري النسخة العالمية. اذا البوكو امتري حصل على تحديث ام اي او اي 14 على الاندرويد 12. اذا اول حاجة النسخة العالمية. انا بحكي عن النسخة العالمية. ونلاحظ النسخة العالمية اللي هو اس جي اف ام اي. ام اي يعني عالمي. هذا الجهاز البوكو ام تلاتة الاصدار العالمي. نجي الان ناخد نشوف الجهاز التاني. هايه. هاي الجهاز التاني. الجهاز التاني. نشوف التحديث الطرعان الجهاز اللي قبله احنا اربعتاش سفر اتنين هدا تحديس اربعتاش فاصل سفر فاصل تلاتة. مش سفر اتنين. والاندرويد اللي عليه شوف الاندرويد اللي عليه. الاندرويد اللي عليه وهو نفس الشي هيكون اندرويد اتماش. تمام. وشو اسم هذا الجهاز? وهو الريدمي تسعة ايه. اذا الريدمي تسعة ايه حصل على التحديث. والبوكو ام ثلاثة على تحديث اربعة عشر. بس خلينا نشغل في شغلة معينة. هذا جهاز ستة جيجرام تمام? ومية وتمانية وعشرين. هذا الجهاز آآ بلور. الخلي شفافي يعني بالنسبة لمركز التحكم. من الشركة يعني هو رأسا جاي هيك شفاف. لكن هنا جاي ايش رصاصي. نطلع من المكان ايضا طبعا بالنسبة للمجلدات. تعديل المجلد موجود يا حج. وتم اضافة هذه الازافة مع التحديث المشغل الجديد. لو حدثت المشغل الجديد هتتم اضافة الثالثة. يعني هيكون عندك اتنين والثالثة بتم اضافتها مع المشغل الجديد. الموشيقة ممكن اعمالها زيك. انا عملت. وكل هاد الشكل اللي انا عملت عليه فيديو. الجهاز افضل من الاول بقول لك. افضل من الاول. اه افضل من الاول. افضل من الاول. واحسن من الاول. لان dynamation شغال. ايو زي ما انتشاف. شغل الان PT أنا عندي 128 على 6 بالنسبة لتوسيع الذاكرة لو أجينا على الأدادات الإضافية بالنسبة لتوسيع الذاكرة هاي توسيع الذاكرة توسيع الذاكرة يعني مش موجود عادي جدا زي ما كان قبل 2 جيجا يعني 5 مش له أعلمه مش لازم كتير عشان يكون عندك علم هيكوننا نلقاء إن شاء الله في التحديث هذا طازة يا سمك ينفرفر في الشبك ورمضان كريم كل عام أنتم بخير لايك يا حبيب وخلينا الآن إن شاء الله نشوف الفيديو اللي بعده علشان نعملك حاجة تجبكم بإذن الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام